السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا مرحبا بالجميع هذا اول تمرين من سلسلة التمرين درس دراسة الدول العددية السلسلة هي سلسلة جاملة تشمع للتمرين متنوعة تغطي مختلف فقرات الدرس اذا اتمنى ان تنال اعجابكم نبدأ بالتمرين الاول اذا هو تمرين في سؤالين السؤال سنحضر في حيث تعريف السؤال الثاني نحسبه ونعطيه التأويل الهندسي للنتيجة اذا نبدأ بتحديد مجموعة التعريف اذا دد اف تساوي ماذا اذا اكس كتنسامي الار اذا هنا سرط وجود دل اذا عدنا واحد المقام وعدنا الجذر اذا يكون عدنا الجذر في المقام فهنا عدنا العدد المتحدة الجذر او التعبير المتحدة الجذر يكون اكبر او يساوي سفر وكذلك المقام يخالف السفر يعني الجذر دل اكس ناقص واحد تخالف السفر الى جمعنا هالشرطين يعني اكبر من السفر ويخالف السفر يعني ممكن نقول الجذر جذرها دائما موجب اذا يكون اكس ناقص واحد اكبر قطعا من السفر اي ان اكس اكبر من الواحد وبالتالي فجمعه تستعريف هي واحد زائد لنهاية السؤال الثاني احسب الليمت دفل اكس في الواحد بلوس اذا الليمت دفل اكس في الواحد بلوس النهاية دائما نستطيع التعود المباشر اذا الى عودنا غا يكون عدنا جوج في واحد على الجذر دل واحد ناقص واحد اي على السفر يعني يكون عدنا جوج على سفر اذا هالكتابة ما يمكن لش نكسبها وبالتالي جوج على السفر هي بلوس لالفيني علش بلوس لالفيني لانا الليمت دفل اكس في الواحد بلوس هذه الرعاة ديا غا نديره جوج في واحد نقية جوج والليمت ديال الجذر اكس ناقص واحد في الواحد بلوس الجذر دي اي عدد كيكون كيعطينا عدد موجب وبالتالي الجذر ديال واحد ناقص واحد غا سعطينا سفر بلوس من كل الش تاني السفر موان لانا ما كنا نقول سفر موان يعني عدد ساليب يعني عدد اصغر من السفر هو يقتر من السفر ولكن اصغر من السفر يعني عدد ساليب وهذا غير ممكن اذا دائما الجذر والقايمة المطلقة كيعطينا زيرو بلوس وبالتالي فالليمت ديال واحد العدد موجب على زيرو بلوس هو بلوس لانفيني فالليمت ديال واحد عدد موجب على زيرو بلوس ولكن الساليبا قد ستطعنا من الموجب على الصواهر نحن نتبه في الأحوال یہا الان دا بتاويل الهندسي دائما في النهايات كنت تكلموا على الفروع اللانهائية الفروع اللانهائية في هذه الخيص مختلف الحالات الممكنة هذه الخطوطة يجب أن تضبطوها مزيان وتفهموها إذن نحن بسبب لنا حسبنا النهاية في عدد وعطتني لانفيني النهاية في عدد وعطتنا لانفيني إذن السعفية قبل مقاربا عموديا معادلة X تساوي A إذا كانت عندنا النهاية في لانفيني وعطتني عدد فسعفية قبل مقاربا عمو عادلة X تساوي A وعطبت الحالة الثالثة هي النهاية في لانفيني كالتماع الفيني هنا كنو هات الخطوطة خص كم تضبطوها وليما فاهمها كنو طبيعة الحال راكين فيديو خاص بهات الخطوطة هتلقوا اللين دياله في جدول الوصف إذن لدينا الميت ديال F2X X يقوم الى 1 بلوس كيساوي إذن إذن يقبل مقاربا إذن هنا المقارب واش عمودي واش أفوقي إذن هنا يقوم عدنا X وعدنا Y ما تكون مقاربا معادلة X تساوي A X ثابتة يعني X ثابتة غير متغيرة وبالتالي هذا المقارب يكون يوازي محور الأراتيب إذا كانت Y تساوي Y تكون ثابتة أو X متغيرة يعني كيكون بحث الشكل هذا إذن هناك إذن هناك إذن هناك إذن هناك احبتت بحث الحالة لأنها مجي إذن هناك واحد شكرا